السلام عليكم معكم الدكتور هيران يارب يكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال وإن شاء الله هذا سيتحقق عما قريب أنا أبشركم 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 بأن بإذن الله خلال أسبوعين أو ثلاثة الأمور هتبقى أفضل من النهار يعني النهاردة أنا كل يوم بعمل التقرير التقرير كل يوم في السعود إلى الأعلى عدد حالات الإصابة الجديدة كل يوم بيصعد والوفيات بتصعد بقالي يجي أسبوعين بس أقول لكم إن شاء الله وقتا منكم إن خلال أسبوعين أو ثلاثة التقرير هيبتدي ينزل ينزل تاني إن شاء الله أوروبا كلها بدأت تمشي على الخط الصحيح وإحنا الدول العربية برضو معظمها بتتبع الأساليب الصحيحة ولو إنها جات متأخرة بس إحنا عندنا ميزة إن عدد الحالات ما زالت قليلة ففرصتنا قوية أهم حاجة عملتها الدول العربية أو المفروض تعملها إن هي تقفل حدودها تماما ما تخرج حد ولا تستقبل حد تبتدي تفتح الحدود مع الدول بعد كده اللي تعلن إن الحالات فيها أصبحت صفر وإن الحالات الجديدة أصبحت صفر لمدة حوالي أسبوع أو أثنين ساعتها تبتدي تفتح الحدود معها وما فيش حد بيموت من الجوع وما فيش حد ربنا بينساه فإن شاء الله أبشركم وخلوني أقول لكم لحد ما هذا الوضع يحصل أنت لازم تعمل إيه عشان تحمي نفسك وتحمي عيالك وأسرتك وفي نفس الوقت تحمي المجتمع منك فخلينا نشوف الوقاية ضد فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 تم قال كتبه فيه ملخص لكل شيء أنت محتاجه وبالملخص شديد بس الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تعملها عشان تحمي نفسك وقسرتك من هذا الفيروس وتحمي برضو المجتمع اللي حواليك ماشي أهم شيء المعرفة زي ما بيقوله قوة فإنك تحصل نفسك بالمعرفة والإطلاع ياريت كلكم تقرؤ هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية لو التزمت بما فيه فتأكد أن أنت هتحمي نفسك وأسرتك وهتقوم بالدور اللي المفروض أنك تقوم به في المجتمع أهم خطوط الدفاع أهم خطوط الدفاع لحميتك من مرض كوفيد ناينتين لكي تضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو مرض كوفيد ناينتين لابد أن تعمل هذا في خطي دفاع متوازعي لابد أن يتم لابد أن يتم كليهما ويتحقق معا فلا يغني أحدهم عن الآخر الخط الأول هو منع الفيروس من الوصول إلى جسمك والخط الثاني أن يكون جسمك مستعد لمقاومة الفيروس إذا نجح في الوصول إليه يعني خطين الأولاني امنع الفيروس من أنه يوصل لك الثاني إذا لقدر الله وصل لك يبقى لازم جسمك يكون مستعد لذلك لابد أن جسمك يكون مستعد لذلك إزاي تمنع الفيروس من أنه يوصل لك خمس خطوات بسيطة لمنع الفيروس من الوصول إلى جسمك أول خطوة وخصوصا عند انتشار الوباء البقاء في المنزل stay at home stay at home لأن البقاء في المنزل وعدم الخروج هو الطريقة الوحيدة المؤكدة لعدم الإصابة لا توجد طريقة مؤكدة لعدم الإصابة إلا أنك تقعد في بيتك ده إذا أمكن إذا ما أمكنش في حاجات تانية تعملها لكن لا تخرج من بيتك وخصوصا في وقت الوباء إلا إذا كان الخروج من البيت هام للحفاظ على حياتك وحياة أسرتك فلا تخرج من البيت وإذا اضطرت يكون في واحد من الأسرة هو اللي يخرج برا البيت عشان يقضي الأمور الضرورية وبكده إذا خرج من البيت احتمال يعرض نفسه أنه يحمل الفيروس أي واحد لازم يعتبر نفسه حامل للفيروس حتى لو أن ما عندكش أعراض لأن في احتمال أن الفيروس يكون على أديك أو على جسمك ولم يصيبك فتنقله للآخرين واحتمال أن الفيروس يكون أصابك دخل فمك أو دخل أنفك ولكن الحمد لله ما عندكش أي نوع من الأمراض وما أصابكش اسمها Sub Clinical Infection يعني الفيروس جالك وما حصل لكش حاجة ودي كويسة جدا لأنها بتخلق عندك المناعة الطبيعية لو افترضنا أنك اضطرت أنك تخرج من البيت تعمل إيه؟ قبل ما تدخل البيت لازم تخسل إيديك كويس قوي بالمية والصابون يعني كل واحد يكون مستعد إذا كانش في حمام ومخسلة جنب المدخل الرئيسي للبيت حط حاجة فيها مية وصابون أو حط كحول أو أي مادة مطاهرة وخاصة الكحول بتحطها جنب باب المدخل الرئيسي تعقم أو تخسل إيديك تطهر إيديك بكحول إذا كان في المخسلة قريبة يفضل وبين وبينكم يمكن الكحول إذا لقدر الله والأمور سائت مش هيبقى متاح يبقى إذا جنب باب البيت لازم يكون في مخسلة أو في زي ما عندنا كده في الريف وفي المناطق عند الكتير من العرب حاجة كده تخسل فيها معون ومية وصابون مفيش مشكلة تخسل فيها إيديك قبل ما تقول سلام عليكم وقبل ما تخش الغرف وقبل ما تشوف أفراد أسرتك الإيد هي أكبر وسيلة لنقل الفيروس هتعمل إيه؟ افتح الباب بكوعك افتح البيبان بكتفك بقدر الإمكان هي طبعا مستحيل تستغنى عن إيديك لكن أنا بقول بقدر الإمكان بعد كل ده يبقى تخسل إيديك حاجة تانية إحنا قلنا أنك أنت مضطر حافظ على مسافة بينك وبين الناس ما تخشش السوبر ماركت طبعا أنت المكان اللي هتخرجه في وقت الوباء هيكون في الغالب هو السوبر ماركت ماشي ولو أن يعني يا أخونا لا ما تروحش السوبر ماركت بقدر الإمكان الأكل اللي في بيتك اللي هو المفروض هيكفيك لمدة أسبوع في الظروف العادية حاول تخليه يكفيك لمدة ثلاث أسابيع تأكدوا أن قلة الأكل مش هتموتك ولا هتضرك بل بالعكس يمكن تزيد منعتك وتزيد كفاقتك المناعية فتحاولوا كمية الأكل اللي تكفيك لمدة أسبوع في الأمور في الأيام العادية تكفيك دلوقتي لمدة أسبوعين إذا طريت تروح تشتري أكل أو الدواء وهم دول السبابين اللي يخلوك تخرج من البيت يبقى حاول تخلي مسافة بينك وبين الناس المفروض الدول في هذه الظروف عند السوبر ماركتات ما تدخلش حد السوبر ماركت إلا عدد محدود يكون جوه السوبر ماركت عشان تحافظوا على مسافة إن الناس وبعضها يبقى ما فيش بينهم اتصال مباشر بينهم على الأقل متر تقريبا بقدر المستطاع فكل سوبر ماركت وكل صيدلية وكل مستشفى تحافظ على هذه المسافة المفروض السوبر ماركتات بتخلي الناس برا اللي عليها زحمة يعني تخلي الناس برا وقفة في الشارع في طبور أنت طول بنته في الجو المفتوح وفي الهواء المفتوح لا تخشى شيء ما فيش مش هتصاب بالفيروس المشكلة في الأماكن المغلقة المطاعم كلها المفروض محدش يقعد في مطعة الناس تشتري الأكل وتطلع ده مهم 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 الحاجة التانية تجنب لمس الوجه العنين والأنف والفم على قادر المستقبل طبعا تجنب لمس الوجه ممكن بالتدريب هتتعود على أنك ما تحطش إيدك ناحية وشك ماشي ومن هنا القناع بيفيد القناع فايدته الوحيدة يمكن أنه إذا ما كنتش مريض طبعا القناع مهم لو أنت مريض بأنه يمنع انتشار الرزاز منك إلى الخارج لكن لو أنت سليم القناع مالوش أي فايدة غير أنه يمكن يحوش إيدك أنه تلمس وجهك تجنب لمس الوجه قدر المستطاع خمسة اتباع أساليب نشر العدوى للآخرين يا أخوانا في هذه الأمور يا عرب يا مصريين يا عايشين في الفلبين أي واحد يعتبر نفسه يعتبر نفسه حامل للفيروس يعتبر نفسه حامل للفيروس ويعتبر نفسه مصدر خطر على الآخرين هو إن شاء الله أنت مش مصدر خطر لكن احنا بنقول اعتبر نفسك كده اعتبر نفسك كده إذا كحيت أو عطاست أو اتكلمت بصوت عالي ما تعملش الكلام ده قصت حد إذا عطاست أو كحيت حاول تلتزم بإن أنت تحط تستخدم كوعك عشان يداري الرزاز اللي يطلع منك هيجي على كوعك كوعك مش حدش هيلمسك ولا تستخدم كوعك فيما بعد فبالتالي إنه ينشر العدوى شيء ضعيف دي حاجة حاجة تانية استخدم التشو استخدم التشو المناديل الورقية وبعد ما تستخدمها إذا عطاست أو كحيت أو كنت حتى بتتكلم حاول تستخدم التشو وبعد كده تبقى ترمي مباشرة طيب دية اللي قبل كده هي وسائل اللي تمنع بيها من وصول الفيروس إلى جسمك طيب الفيروس وصل لجسمك ما إحنا برضه يعني خط الدفاع ولتلكه خطين واحد تمنع الفيروس إنه يوصل لجسمك اتنين إذا الفيروس وصل لجسمك وهو احتمال قائم يكون جسمك مستعد ليه إيه هو بقى لازم جسمك يكون متحصن مناعة الجسم يا أقوى سلاح ليه حماية من الأمراض الفيروسية والبكتيرية تأكد أن منعتك تكون في الدرجة القصوى باتباع أسلوب الحياة الصحي أنا بنادي بيه من زمان بنادي بيه قبل هذا الوباء يعني أهو جيه الوقت اللي عرفته فيه أهمية اتباع أسلوب الحياة الصحي تأكد إن جسمك على مناعة عالية اعمل إيه مبني على تلات ركائز هم الطعام الصحي وأحب أقول لكم إن الطعام الصحي لا يكلف ربع أو تلت الطعام اللي احنا بنكله العادي اللي هو مش صحي الطعام الصحي بدون الدخول فيه تفاصيل مش مهم المكملات ولا الحؤن ولا الفيتامينات الطعام الصحي أرخص بكتير من الطعام الدار ابتعد عن الدهنيات وبتعد عن السكر الأبيض وكل حاجة فيها سكر أبيض أصبح طعامك صحي وتأكل زي ما الرسول قال في حديث ه الشريف نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نجبع ما نكلش إلا للحاجة وإذا كنا ما نملاش بطننا ونبقى تفصيل إلا ركيزة التانية النوم الصحي النوم سبع ساعات إلى تسع ساعات الرياضة البدنية اليومية كل حاجة من دول مهمة التلاتة دول كل حاجة من دول مهمة جدا في رفع مناعة جسمك لأن كل حاجة من دول بتساهم في ساعة جسمك في إنتاج وإفراز الإنزيمات والهرمونات الضرورية لتكوين الخلايا وتطوير وتحسين المناعة وتحسين وظائف جسمك كلها طب ده بس الحاجة التانية أنك تمتنع عن كل ما هو الدار التدخين يا أخوان يا مدخنين أقول إيه بس التدخين سهل توقفه والدليل على أنه سهل أن كل صحاب الذين يدخنوا مجرد محطوا رجليهم في غرفة الإنعاش لسبب من الأسباب وفي العمر بتاعي كتير بيخشوا لسبب أزمة قلبية أي حاجة بيخشوا فيها الإنعاش بيعرفوا أن الله حق وبيوقفوا فعلا التدخين وبمنتهى البساطة وتغيير العداد الضر بالصحة ملهاش لازمة قعدة الجلسات اللي احنا بنعملها ملهاش لازمة قعدة النميمة اللي احنا بنعملها كل ده ضر بالصحة ملهاش لازمة الشرب ملهاش لازمة وملهاش لازمة فيه مقات يعني الأهاو البلدي في مصر وفي البلاد العربية يعني دي مصيبة دي مصيبة وجيه وقت أنه احنا نعرف أنها مصيبة ونقفلها وما نرجع لهاش تاني حاولوا نرجع زي زمان ننام من الساعة تمانية تسعة بالليل ونصح الصبح بدري لا قدر الله لو حصلك أي اشتباه في المرض بسرعة استشير الطبيب القريب منك مش لازم تجري على المستشفى إلا لو هو قالك تعالى على المستشفى الخاتمة والخلاصة ربنا ينجينا وينجج جميع من هذا الفيروس اللي ما في أهوى ولا أضعف منه طالما هو بعيد عن جسمنا لكن لما بيدخل جسمنا بيتحول إلى شيطان شرس إلى حيوان شرس ويسبب مرض قاتل اسمه كوفيد 19 فحاولوا تسمعوا الكلمتين اللي أنا قلته وربنا يعافينا ويعافيكو جميعا من كل شر ومن كل وباء وأنا متوقع أن خلال أسبوعين ثلاثة هنسمع كلام طيب إن شاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته